بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عمل فيديو ده علشان الفترة اللي احنا فيها بدأ حركة النواب والمرشحين لانتخابات الدورة البرلمانية القادمة ان شاء الله فاحنا بقدر نستطاع بنحاول ان احنا نوعي الناس لان اختيار نائب في البرلمان بينوب عن الشعب خطوة مهمة وخطيرة جدا مهمة بالنسبة للناس ومهمة بالنسبة للمرشح طبعا في كل دايرة تم اختيار نواب عن الفترة السابقة النهاردة النواب اللي نجحت ودخلت المجلس هترشح نفسها تاني الدورة الجاية وهي بقت مهنة وحرفة في ناس عندها آلية وفن وثقافة التعامل مع المجتمع والتعامل مع الجمهور وازاي ان هما يقدروا يقدروا يقنعوا الناس ان هما ينتخبوهم من جديد احنا بقى برضو لابد ان احنا يكون عندنا وعي في اختيار النائب يعني انت عندك نائب نجح في الفترة اللي فاتت قبل ما تدي له صوتك قيمه يعني انت قعد مع نفسك كده وقول انا هنتخف فلايا طب هو عمل ايه في الفترة اللي فاتت لو لقيت ان هو عمل في الفترة اللي فاتت ما يستحق ان انت تدي له صوتك ادي له صوتك وعن قناعة وقول عشان هو عمل كزا وكزا وكزا لقيت ان النائب ده نجح وقام مختفي بعيد عن الناس وما حدش بقى عارف مكانه فين اصلا وملوش مكر انتخابي وغاب بدأ ان هو يفكر يدور على مصالحه وازاي يستغل منصبه الجديد في ان هو يخدم نفسه هيلف في يلف ويرجع لك تاني علشان تتغبف الفترة اللي جاي طبعا انت ما بينك وبين نفسك يعني يعني حرام عليك ما بينك وبين نفسك ان انت تدي صوتك للمرشح ده او للنائب ده عشان تجدد له مرة تانية عشان يخدم نفسه يخدم مصالحه مرة تانية في ناس عندها حرفة التعامل مع الاهالي ومع المواطنين يعني هو نجح يقوم غايف فترة الاربع سنين يدور على مصالحه الخاصة ومصالحه الشخصية ويوم جاي قد الانتخابات بسنة اللي هي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي ويبدأ ان هو يجدد بقى علاقته مع الناس يبدأ في واجب عزة يبدأ ان هو يعزي في مناسبة يبدأ ان هو يروح يبدأ في النقل ان هو يقرب من الناس يقرب من الشباب يحاول ان هو يعمل اعادات في بلاد مرة واتنين وتلاتة مستغل لبعد الناس طبعا ان في نائب جاية عنده دي يعني بالنسبة له حاجة كبيرة فطبعا يا جماعة حرام ان ان احنا نكون يعني في الوضع اللي نستغل فيه بالشكل ده حط في دماغك ان اللي قدامك ده مش اسكى منك يعني يعني ازاي يشغل دماغه عليك ويحسسك ان هو اسكى منك واسكى من الناس كلها ويجي يركب على كتاف الناس ويبقى عنده امل بل ثقة ان هو هينجح من تاني ده اللي احنا عايزين نقوله بالنسبة للنواب اللي هم نجحوا ويرشحوا نفسهم في الفترة اللي جاية طبعا في نائب كان فاتح المقر بتاعه وكان له مقر والناس بتروح له وتزور وتقدم له طلبات والكلام زي ده ده برضو ياخذ في الاعتبار على الرغم ان الاداء قد يكون يعني طبعا ما فيش حد بيختلف عليه او ما فيش حد بيتفق عليه كل الناس ولكن انت قيم يعني لازم ان انت تقيم من الناس وما تخليش حد ان هو يضحك عليك تاني وما تخليش فيه ناس مرتزقة بتاخد فلوس من النواب وبيبقى موسم شغل بالنسبة لهم يبدأ ان هو يخش في دماغك ويقنعك انت بنفسك قيم الوضع انت عايش في الدنيا عايش في الدايرة وشايف الشخص ده عمل للناس وعمل خدمات عامة والناس انتفعت منه وكان متواجد باستمرار في قصة الناس ادي له صوتك او جدد له تبقى انت تسعى من انت تجدد له لقيت واحد بقى كل دماغه ان هو عنده فن وطريقة الكلام الكويس مع الناس وفن وطريقة الاقناع وكل دوره على ان هو يتكلم بس ده بيتزاكى عليك ده بيختبر وبيشغل دماغه عليك يعني حرام لو هو قدر ان هو يعني يضحك عليك ودايما الدخل اللي بتكون من ناحية الشباب يعني مجرد ان نائب فلان يخش على الشاب فلان يبدأ ان هو يتكلم معه الشباب بتعمل حركة يبدأ ان هما يجمعوا بعض يبدأ ان هما يتكتفوا معاتب ليه عمل لك ايه يا والله لو اعدت مع نفسك وفكرت لو عمل لك انت ايه على المستوى الشخصي ما تلاقي عمل لك اي حاجة فيحنا نفسي يبقى العبرة بالخدمات العامة اللي تم تقديمها للناس بالفعل خلال الدورة اللي قاعد فيها النائب جوه البرلمان لو لقيت ان النائب ده عمل للناس وخدمات فعلية مالموسها مش على الورق لان طبعا دلوقتي بقت ظاهرة جديدة كل واحد يوم جاي مقدم طلب يوم معشر عليه وحط الختم ويوم جاي منزله مشايره على الصفحة بتاعته على الفيس يقولك انا عملت وعملت وعملت تيجي تبص في ارض الواقع تلاقي مفيش اي حاجة خلاص اتعملت الحاجات اللي هي الاختام والتوقعات والتأشارات ديات ممكن اي واحد يجيبها سهلة جدا على فكرة والله مش دي القصة يعني ولا دي العبرة ولكن ان احنا نعمل على الارض الواقع والنفذ وده المقياس الحقيقي لمدة نشاط النائب واخلاصه وتواجده وانه هو يبقى شايل هموم الناس فخلي الفترة اللي فاتت تبقى فترة اختبار ومقياس لك انت ان انت تجدد للنائب او ان انت تعمل على علامة اكس كبيرة بالاحمر من غير ما فيه اي حد ان هو يأثر عليك ولا يأثر على رأيك وحرام ان فيه بني ادم زي وزيك بالضبط يشغل دماغه عليك ويتزاكع عليك ويحتال عليك عشان ياخد اصواتك وتبقى انت بالنسبة له همزة وصلة وصله للكرسي من جديد عشان يقدر يحقق المطامع الشخصية بتاعته والامال والطموحات بتاعته من خلالك وفي الاخر انت يبقى لك ولا اي لازم بعد ما هو ينجح خلي دي في عقل كل واحد علشان الدورة اللي جاية لابد ان يكون فيها وعي فكري موجود عند الناس في اختيار النائب ما تخليش حد يقولك انت خف فلان انت روحت انت غبوا لا انت ليك عقلك وانت عايش متواجد بين الناس شوف الشخص ده عمل ولا ما عملش اين لقيت لهو عمل بدون تردد ما عملش والله ولا يستحق ان انت تروح تدي له صوتك طبعا في الناحية التانية هنلاقي عندنا نواب جدد مش لا بقى نواب هنلاقي مرشحين جدد اسف في ناس هتترشح عشان تخش المجلس المجلس بقى مطمع يا جماعة بالنسبة لناس كتير جدا يعني في ناس معها فلوس ناقصها السلطة والنفوز علشان تقوي وضعها المالي والبيزنس الخاص بيها يعني هتلاقي معظم الناس اللي جاي تترشح للدورة الجاية هتلاقي دول من رجال الاعمال فمش كل واحد معا فلوس يدخل الانتخابات انت حضرتك تروح تنتخبه يعني احنا عايزين نوضح للناس ان احنا ما نخدمش الشخص علشان يحقق اهدافه ومصالحه اللي هينزل الانتخابات ده مش هيبقى شخص غريب لازم ان هو هيكون متواجد ومن ضمن الدايرة ومن ضمن الاهالي وطالع من قلب الناس لو الشخص ده عنده خلفية سابقة والناس عارف عنه ان هو متواجد في وسط الناس على طول وبيحل مشاكل الناس وبيجري في قضاء حوائج الناس وفاتح البيت بتاعه ومعروف ومعهود عنه بان هو له خبرة في معالجة الامور والتعايش مع الناس وحل مشاكلهم ورشح نفسه في الانتخابات ننتقبه طبعا كلنا فورا عن قناعة لان هو احق بيها يعني بل ان الشخص ده يقف في مكانه كده ولما تيجي يتم العناع على الانتخابات الناس اللي تزقه وتقوله رشح نفسك في المجلس والناس هي اللي تقوله رشح نفسك في الانتخابات والناس تقوله رشح نفسك في البرلمان علشان الناس عايزينه لانه هم عارفين قدرته على انه هو يحل مشاكل الناس اما ان يجي شاب او رجل اعمال او رجل عنده بيزنس ما ويفكر في انه هو يخش المجلس علشان يخدم نفسه ويخدم مصالحه معتمد برضو على انه هو عنده ثقافة وفكر انه هو يتكلم مع الناس لا تأكد ان حضرتك ان انت كده بتخدمه لما بتدوله صوتك علشان يحقق اهدافه هو واول ما هينسى هينساكن لان ما عندهش اصلا الناس على الجواه مش هي خدمة الناس او السعي في قضاء حوايج الناس الموضوع ده بيبقى غريزة جوه الواحد بتبقى غريزة جوه الواحد ما يقدرش يسيطر على نفسه اي حاجة تلاقيه موجود بيجري بيدور بيحل بيشوف الدنيا ناقصها ايه البلد ناقصها ايه ايه اللي يقدر يجيبه ايه اللي حصل وايه اللي عمله وايه اللي ناقصه علشان ان هو يعمله دي بتبقى غريزة جوه الواحد لو عندك واحد بيترشح وعمل سابق الحاجات ديت وفي تاريخه عمل وعمل لبلده واحد واثنين وتلاتة طبعا انتقبوا فورا وبدو النقاش هيجي واحد بقى محترف كلام وعارف الكلمتين اللي هو بيدخل بيهم على الناس ويقعد يقول لك الدنيا والحكاية وانا هعمل وانا ولا وانا طبعا يا جماعة الحكاية الحاجات ديت بقت قديمة قوي انا حبيت ان انا اسجل فيديو ده لان طبعا الفترة الحراق بدأت تشتغل دلوقتي بدأت في ناس تبقى متواجدة ما كانتش متواجدة خالص ولا حد انه يحب ولا حد سمع عنها بقت اني تبقى متواجدة دلوقتي فعلى قد الناس دي ما بتشغل دماغها وقصدنا على قد احنا بنحاول ان احنا نتكلم براحتنا ونفطفض مع الناس علشان يبقى عندها وعي علشان ما يندحكش علينا لانه هو بقى في منصب خطير وفي منصب قوي انت بتروح تديره امانة كبيرة من غير ما تحس هو طبعا ما بيستغلهاش وبينساها وبيكبر دماغه فعلى قد ما نقدر هنحاول ان احنا كل فترة ان احنا نجدد الموضوع ده بالنسبة للناس علشان ما يبقاش فيه خداع سياسي بالنسبة للمواطنين وطبعا في الاخر بقولوا يا رب يا رب يا رب يولي من يصلح من بيننا ويقدروا على قضاء والسعي في قضاء حوائج الناس وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته